موسيقى أهلا بكم مشاهدين في نشرتنا الإخبارية أهلا بحضراتكم نشرة الإخبارية مفصلة من تلبيزيون المصري أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين مصر وغنية الاستوائية في مختلف المجالات سواء على المستويين الثنائي أو القري لسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية وصون السلم والأمن القري وخلال استقباله رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غنية الاستوائية تريزا إفوا أسونجونو طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانج مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غنية الاستوائية وصرح متحدث الرئاسة بأن أسونجونو سلمت رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من الرئيس أوبيانج تدمنت الإعرابة عن التقدير العميق للمصر والقيادة المصرية وتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الأفريقي المشترك كما شهد اللقاء التباحثة بشأن يسبو لتعزيز أفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غنية الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غنية الاستوائية في مختلف القطعات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا لسيما بما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا حيث أكد الرئيس على تنصيق الجهود للتصدي للتدعية السلبية للأوضاع السياسية الدولية خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء شهد الإشادة بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومسندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن التنصيق السياسي المستمر والمكثف من جانبها ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهد المعتادل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة وأضف متحدث الرئاسة أن لقاء تناول أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترق وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة لسيما في سودان وليبيا بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل حيث أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الأقيمين ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة في مستهل الاجتماع الأسبوعي إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا وتقدم مجلس الوزراء بخالص الموسى والتعازي لأسر ضحايا البلدين بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا ووجه رئيس الوزراء بالتنصيق والتعاون التام في هذا الشأن لسيما فيما يخص نقل جثمين الضحايا المصريين إلى أرض الوطن موجها بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا حيث وجه سيادته القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب مع تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنصيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أعمال التطوير الجارية تحقق التكامل والربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرمات سعيا لتقديم تجربة استثنائية منفردة للزوار والسائحين وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم وأخلال اجتماع مجلس الوزراء توجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال التطوير في كل من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرمات والمناطق المحيطة بهما مشيرا إلى أن كلمة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجموعة العشرين حملت رسائل قوية حول أهمية تكاتف الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية وأن يطلع كل طرف بمسؤولياته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مع نظرته الفرنسية كاترين كولونا خلال المؤتمر أكد شكري أن هناك توافقا مصريا فرنسيا على استمرار تنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام ووجه شكري الشكر لفرنسا على ما وفرته لمصر من شحنات من القامحة كما أعرب شكري عن أمله في أن تصل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى نهاية لما لها من تأثيرات سلبية على الدول النامية عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات موسعة مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بحضور وفضي البلدين وأقل المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات تناولت التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية على طاولة المحادثات كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد اجتماعا مغلقا مع نظرته الفرنسية كاترين كولونا خلال الاجتماع أكد شكري على الاعتزاز بعلاقات الصداقة الاستراتيجية مع فرنسا مشيرا إلى التنصيق الوثيقة في مواجهة التحديات مؤكدا على التنصيق للدفع بتلك العلاقات نحو أفاق جديدة عقدت الأمانة العامة للقطاع الاجتماعي والإدارة الصحية والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية مؤتمرا صحفيا حول الأوضاع الإنسانية في المنطقة العربية لسيما زلزال الذي ضرب المغرب والأعصار الذي ضرب ليبيا وأكد المشاركون تضامنهم مع الأشقاء جراء هذه الأحداث مثمنين الجهود للدول العربية في تقديم المساعدات المختلفة وإغاثة المنكبين في البلدين وجهت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة وجهت الشكرى للدول العربية والجهات والمنظمات العربية على إسهماتها في عملية الإنقاذ والإغاثة للمنكبين جراء الزلزال الذي ضرب المغرب والإعصار الذي اكتاح ليبيا داعية المجتمع الدولي لتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني للتخفيف من الأثار الناجمة وجه معالي الأمين العام لعقل مؤتمر صحفي لوضع الإعلام بصورة الوضع الإنساني في المناطق المنكوبة والمتضررة وخاصة المملكة المغربية من خلال الزلزال المدمر لشهدته وأيضا دولة ليبيا من خلال العاصرة الكبيرة التي دمرت العديد من المناطق أيضا في ليبيا وكانت الأمانة العامة أحبت أيضا طبعا هذا عقد بالتعاون مع الاتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربي وكان من المهم أيضا أن نشتشير جامعة الدول العربية إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها ليس فقط لهذه الدول إنما أي دول تحتاجها من جانبه أشاد الأمين العام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد توجري بالتوجهات الرئاسية بتقديم المساعدات الإغاثية إلى ليبيا وتوفير كافة أشكال الدعم للمتضررين من الإعصار أثلج صدري ما صدر من السلطات المصرية والرئيس السيسي وأثلج صدري كذلك زيارة رئيس الأركان إلى ليبيا وكنت في اجتماع مع الهلال الأحمر المصري يوم أمس وكذلك عرفت من خلالهم كمية المساعدات التي الآن جاهزة للشحن إلى ليبيا الشقيقة فهذا لا يستغرب على مصر وأهل مصر وهذا الحقيقة دور تقوم به مصر في كل الكوارث وتستجيب لجميع النداءات ما بالك إذا كان جار وشقيق مثل ليبيا فالحقيقة شيء يثلج الصدر فالهلال الأحمر الليبي وفرق البحث والإنقاذ مستعدة لتقديم يد العون للسلطات في ليبيا وللمزيد ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية من جماعة الدول العربية محمود بعد التحية يعني تطلعنا على أهم النقاط التي جاءت اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جماعة الدول العربية للأمانة العامة للقطاع الاجتماعي والإدارة الصحية والمساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر نعم تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين مؤتمر هام اليوم عقد بمقر جماعة الدول العربية من قبل الأمانة العامة للقطاع الاجتماعي والإدارة الصحية والمساعدات الإنسانية للحديث عن الأوضاع الإنسانية في الدول العربية لسيما المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة وكان المؤتمر بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية ورئيس القطاع الاجتماعي وأيضا السيد صالح بن حمد التوجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في البداية قدم خالص التعازي لضحايا الزلزال في المغرب وأيضا الإعصار في ليبيا والتمنى بالشفاء العاجل للمصابين وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة على متابعة الأمان العام والأمين العام لجماعة الدول العربية هذه الأوضاع الإنسانية في المملكة المغربية وأيضا في ليبيا وثمنت جهود الدول العربية والمساعدات التي تمت من قبل السلطات والحكومات في البلدان العربية للمغرب وليبيا ووجهت نداء بضرورة تكثيف هذه الأعمال وهذه المساعدات من قبل المجتمع الدولي وتقديم مزيد من أشكال الدعم والمساندة لتخفيف الأثار الناجمة من سواء الزلزال في المملكة المغربية أو حتى الإعصار في دولة ليبيا الشقيق وأكدت أن الأمان العام من خلال الإدارة الصحية ومجلس وزراء العرب الصحي يتابعون كل هذه المساعدات بالتعاون والتنصيق مع المنظمة الدولية المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمزيد من المساعدات خلال الفترة القادمة محمود مطلوب 9 مليون دولار توفير الاحتجادات الأساسية الإنسانية في ليبيا هل من خطة واضحة لإيصال هذا المبلغ وتوفير هذا المبلغ لليبيا نعم هذه هي النقطة الثانية الهامة التي تحدث عنها السيد صالح بن حمد التوجري عن الخطة القادمة أو عملية تقديم المساعدات القادمة أولا هو وجه نداء بدرورة توفير 9 مليون دولار للهلال الأحمر في ليبيا لتوفير مزيد من المساعدات الأساسية وأيضا المساعدات الإنسانية لأسر الضحايا وأيضا المصابين في ليبيا وأكد أنه يتم عمل مسح ميداني للوصول لأماكن المفقودين وأماكن أيضا المصابين وأسرهم وعمل دراسات ميدانية متتالية منذ بدء أو وقع هذا الزلزال في ليبيا للوصول للأسر للوقوف بجانبهم وأيضا العمل على إعادة ما هدم من مباني أو حتى ما تأثر من المواطنين وأسرهم والوقوف بجانب أسرهم وهو أيضا ثمن كل الجهود أيضا المبذولة وأكد أن هناك جهد كبير يتم من جمعية الهلال الأحمر في البلدين سواء في المغرب أو في ليبيا وأيضا بعد جمع هذا المبلغ أو وجوده لتقديم كل المساعدات سيكون هناك أيضا دراسات أخرى وبحث ميداني آخر للوصول إلى مزيد من المفقودين أو حتى المصابين وأسرهم لإعادة كل هذا الإعمار في ليبيا الشقيقة وأيضا تحدث أو أشاد بيئة الجهود المصرية التي تتم وأيضا يعني جهود القوات المسلحة وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس فيما يتعلق بتكثيف الجهود وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الليبي وأكد أنه كان في زيارة لمقر الهلال الأحمر المصري بالأمس واطلع على حجم كبير من المساعدات المجهزة التي سيتم إرسالها إلى دولة ليبيا الشقيقة وهو أيضا قال بأن هذا ليس بجديد وليس بغريب على مصر في الوقوف بجانب كل الدول ولا سيما في دولة شقيقة مثل ليبيا إذن هو اجتماع هام اليوم ومؤتمر هام يؤكد على متابعة الجامعة العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية لنهلال الأحمر والصليب الأحمر في تقديم كل المساعدات وهم تحدثوا أيضا على ترحيب السلطات سواء في ليبيا أو المغرب بمساعدة الدول الأشقاء وأيضا مساعدتهم في الوصول إلى أسر الضحايا وأسر المفقودين فبالتالي هناك تعاون كبير بين الجامعة الدول العربية والمنظمة لتقديم مزيد من المساعدات في ليبيا الشقيقة أو حتى في المملكة المغربية محمود جميل لمراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مقر الجامعة العربية قال رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيل صالح إنه سيتم تشكيل عدة لجان لمتابعة العمل في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات داعيا الحكومة لمزيد من العمل في مواجهة الكارثة وخلال جلسة طارئة للبرلمان الليبي لبحث تدعيات كارثة الإعصار شدد صالح على أن الحكومة مطالبة بعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز ستة أشهر الحكومة مطالبة بعادة كل شيء إلى ما كان عليه وأحسن في مدة لا تزيد عن ستة أشهر سيشكل مجلس النواب ليجان لمتابعة العمل في كل منطقة متضردة من الفيضانات وتقديم تقاريرها للمجلس على الحكومة تزويد رئاسة المجلس بتقارير شهرية عما يتم إنجازه ميدانيا تواصل فرق الإنقاذ دورها للبحث عن المفقودين جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درناء الليبية تتوالى الدعوات الدولية بإرسال مزيد من المساعدات إلى المنطقة الشرقية في ليبيا مع تحذيرات من تعرض المدينة لأمراض جراء انتشار الجثث في شوارع مدينة درناء ما بين البحث عن مأوى أو تلمسي أغبار من فقدوا يتشكل يوم من كانوا قاتني درناء الليبية وبعدين اسمعنا الانفجار دخل على منطقة البلاد الناس طبعا راقدة الأغلبية كانت نايم ما فهمت ما فيش حد كان مستعد جرفت الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال ملامح المدينة التي فقدت الآلاف من سكانها كما حرمت من الخدمات الأساسية لتصبح أثرا بعد عين وما زاد الأمر سوءا انهيار السدين الموجودين في المدينة المطلة على البحر المتوسط والذين كان يحجزان مياه الفيضانات ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ومع تناصر القسس في شوارع المدينة والمصابين الذين ترتفع أعدادهم مع مرور استعاد تعاني فرق الإنقاذ من نقص شديد في المواد الطبية والأطقم عدد الوفيات الحالية في القسم هذا بالذات 1700 وفاء إلى الآن كيف تم حصرهم؟ نحصر فيهم موجودين قاهم قادرين في الممرات صوروه ويتضاءل الأمل في العثور على ناجين يتضاءل بسبب الطبيعة الجبلية للمنطقة إلى أن عمليات البحث متواصلة سعيا للوصول إلى المناطق المنكوبة وتتوالى الدعوات الدولية بإرسال مزيد من المساعدات إلى المنطقة الشرقية في ليبيا مع تحذيرات من تعرض من نجوه للإصابة بالأمراض التي تتفشى في مثل هذه الكوارث هذا قد بدأت السلطات في إعداد مقابر جماعية للضحايا لعل باطن الأرض يكون أرفق بهم من ظاهرها أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة له لدعم ليبيا في مواجهة تدعيات الفيضانات والإعصار وذكرت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا ورومانيا وفنلندا قدمت حتى الآن مساعدة كبيرة في شكل مواد إيواء ومواد غذائية بالإضافة إلى خيام المستشفيات وخزانات المياه غير الآلية أو عبر الآلية كما أن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على استعداد لتنسيق المزيد من عروض المساعدة وأفادت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغا أوليا قدره 500 ألف يورو كدمويل إنساني لمعالجة الاحتياجات الأكثر الحاحن لا تزال معاناة الندين من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مستمرة حيث يعيش المتضررون لحظات صعبة جراء شعورهم بالخوف من المجهول خاصة بعد انهيار منازلهم وعدم قدرتهم على تدبير صبر العيش ليال طوال قضاها الناجون في قرى الحوز نائمين في العراء في مساحات قليلة لم تغطيها الأنقاض واستندرة الإمدادات الأساسية مثل الخيام في وقت لا تزال فيه معظم الطرق مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية كل ذلك كان كفيلا بسيطرة الإحباط عليهم التضاريس الوعرة والطرق المتضررة جعلت بعض القرى الأكثر نكبة هي آخر من يتلقى المساعدة قرى بالكامل سويت بالأرض تقريبا ناجون فقدوا ذويهم ليعيفوا على ذكراهم وحيذين الأهالي العائدون من مراكش إلى بعض القرى يروون معاناة عاشوها أثناء الزلزال فضلا عن شعورهم بالخوف من وقوع هزات ارتدادية يكافحون من أجل التأقلم مع الوفيات والدمار ورغم خوفهم فهم يتسمون بالصلابة محاولين جاهدين عدم إظهار الضعف أو البكاء الشتاء سيأتي قريبا والأمطار أين سنعيش؟ لا نعرف أين سنذهب أو ماذا سنفعل؟ لدينا أطفال صغار نحلونا لملك شيئا رغم هول الفاجعة إلا أن شبح الشتاء هو ما يقلق الناجين إذ سيكون بالطبع الوضع في الخيام صعبا عليهم حيث يؤكد الأهالي أن الوضع كان قبل زلزال صعبا إذ تتساقط الثلوغ عليهم في المنازل فكيف وهم في الخيام؟ أعلنت موسكو تدمير خمس مسيارات بحرية في البحر الأسود وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة الروسية دمرت المسيرة الخمس بدون أن تفيد عن أضرار أو ضحايا وأشارت إلى أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود الحدودية مع منطقة خارتياف بأوكرانيا أعلنت أوكرانيا إسقاط 17 طائرة مسيرة من أصل 22 هادمت أراضيها خلال الليلة في جنوب ووسط وشمال البلد وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الجيش الروسي شن هجمات بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة من ثلاثة اتجاهات هذا وزادت وتيرة استخدام موسكو وكييف للطائرات المسيرة لضرب الأهداف خلال المعارك في أوكرانيا وأيضا استهداف كييف وموسكو حذر رئيس الاستغبارات العسكرية الأوكرانية كريليو بودانوف من أن تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالذخيرة يمكن أن يساعد موسكو على كسب المزيد من الوقت لمنح صناعتها الدفاعية فرصة لمواكبة الطلب العسكري وقال المسؤول الأوكراني أن كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ لقاذفة صواريخ متعددة من تراز غراد منذ شهر ونسى الشهر تأتي تصريحات المسؤول الأوكراني على خلفية زيارة زعيم كوريا الشمالية كين جونغون إلى روسيا ولقائه نظيره الروسي بلاديمير كوتو دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش قادة دول العالم إلى السعي لحل الأزمات العديدة التي يوادهها التوكب من تغير مناخي وحروب وتضخم ولا مسواء وفي مؤتمر صحفي قال جوتيريش أن الشعوب تتطلع إلى قادتها للخروج من هذه الأزمات مشددا على أن الحروب في أوكرانيا تفاقم لانقسامات الجيوسياسية التي يمكن احتواؤها من خلال سلام يتماشى مع مثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي حذرت اليابان غداة القمة التي دمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم الكوري الشمالي تيم جونغ أون حذرت من أي انتهاك للعقوبة المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونج يونج والتي تمنعها من إبرامي صفقات أسلحة قالت توازيرة الخارجية اليابانية الجديدة يوكو كاميكاوا قالت إن بلادها تتابع بقلق المحادثات بين موسكو وبيونج يونج بسبب احتمالي أن تؤدي هذه المحادثات إلى انتهاك الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرامي أي صفقة متعلقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية أعلنت تايوان أن الصين أرسلت خلال يوم واحد إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة نحو 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية وذكرت دفاع تايوانية أن 68 طائرة و10 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تم رصدها حول تايوان وأكدت دفاع تايوانية أن الصين زادت في الأيام الأخيرة من وطيرة انتهاك سفنها وطائراتها لمياه الجزيرة وأجوائها نشب حريق في خط ألبيب للغاز الطبيعي في مدينة ساراتوف بجنوب روسيا وذلك بعد فقدان الضغط وذكرت خدمة الطوارئ الروسية أنه لا يوجد مصبون جراء الحريق الذي اندلع في خط أنبيب بيشاني أوميوت ستوروشيفكا الذي يبعد نحو 850 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من موسكو إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لديه بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانية التي تطيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات الذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستقبل انعقدت جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي ضمن الحوار الوطني والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة ناقشت الجلسة قانون الأحزاب السياسية الدمجة والتحالفات الحزبية الحكام المالية والإدارية للأحزاب السياسية تشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أهلا بك أحمد أطلعنا على أهم ما تضمنته ونقشته الجلسة التخصصية للجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي بداية في دنم الثانية عشرة ظهرا انطلقت هذه الجلسة التخصصية هنا في مقر الأكاديمية للتدريب هذه الجلسات التي تستمر للخلول وبالورة مبموعة من التوصيات ترفع إلى القيادة السياسية نحن اليوم نتحدث عن أحد هذه المحاور للجان الحوار المجتمعي وهي لجنة القانون الأحزاب السياسية أو قانون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي وهي تناقش مجموعة أيضا من العناصر منها الدمج والتحالف الحزبي والحوكم المالية والإدارية للأحزاب السياسية هذا بالإضافة إلى اختصاصات وتشكيل لجنة شؤون الأحزاب السياسية هناك توجه داخل هذه الاجتماعات وهذه اللجنة تحديدا إلى زيادة اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب وما زالت هي أيضا في إطار الاقتراحات حيث تتواصل حتى هذه اللحظة النقاشات داخل هذه اللجنة بالإضافة إلى كيفية تشكيل الأحزاب يتم أيضا منقشة هذا العنصر وهناك أيضا اقتراحات مختلفة ما بين المشاركين سواء من الأحزاب السياسية أو المتخصصين أو القبراء بالإضافة إلى تمويل الأحزاب السياسية وأيضا عمليات الاندماج ما بين هذه الأحزاب هناك الكثير من الآراء والمقترحات داخل هذه اللجنة ولكن في النهاية يمكن القول أن إعلاء مصلحة الوطن هو الهدف الذي يسمى على هذه اللجنة ضمن لجان المحور السياسي والذي نتابعه معكم حتى القروج بالتوصية النهائية تمهيدا لرفعها لالقيدة السياسية لاتخاذ الرأي النهائي بشأنها نعم أحمد الحسيني مرسل التلفزيون المصري جزيلا شكرا لك عقدت لجنة القضية السكانية أمس جلسة متخصصة بحثت خلالها تشخيص الحالة السكانية في المصر وتحسين الخصائص السكانية وأشار عضو حزب المصريين الأحرار عاطف الشتاني إلى أن توصيات الرئيس السيسي الصادرة حول الاستراتيجيات المعلنة تؤكد اهتمام الدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأضف الشتاني خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية أن اتجاه الدولة بشأن تحسين معيشة المواطنين سيساعد في تغيير ثقافة الإنجاب لدى المواطنين عشان نوصل للمواطن وده المعصوب بالأمر الواضح أن تأثير السياسات المعلنة والاستراتيجيات هل يكون لها تأثير مباشر على حال المواطن أعتقد أن رئيس الجمهورية في التوصيات الرئيسية التي صدرت كان منها وأعتقد أن ده الأهم هو أن تكون جميع البرامج وجميع العنشطة والاستراتيجيات التي يتم تنفيذها يكون هدفها هو تحسين حياة المواطن المصري نوعية الحياة على أساس طبعا أهميتها تنفي القول اللي هو دايما يقول لك أن الدولة بتفكر في العدد فقط لا ننفي أنه في الوقت الحالي أصبحت هناك قناعة موجودة أنه عندما نحسن الحياة وعندما نستثمر أكثر في التنمية سيكون المواطن بعدها قادرا على اتخاذ قرار بالنسبة للإنجاب قرار رشيد وبناء على معلومات قال الدكتور أحمد صبرى عضو حزب العدل إن جلسة الحوار المجتمعي الخاص بالسكان ناقشت الشكل المتوقع للكيان الذي سيضم سكان وأكد صبرى أن هناك توجهات بنقل تبعية هذا الكيان لرئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة الصحة بالإضافة إلى منقشة آلية تمويله والرقابة عليه نهاردة كانت الجلسة السرية كلمة في أكثر الموضوع منها الشكل المتوقع للكيان الذي سيضم السكان كان فيه من توجهات السيد الرئيس في المؤتمر السكان كان من حوالي أسبوع توجهات يتم نقل تبعيته من وزارة الصحة إلى مجلس الوزراء ويبقى له شكل جديد ويبقى له صالحات أوسع نهاردة كلمة في التفاصيل دي بشكل أوسع وقدر نطلع بشكل متوافق بشكل كويس بين كل الأطراف كل خبرة كتبت توصيات كويسة وإن شاء الله نرفع در تحوار صرح النائب أحمد عشور مساعد ومقرر لجنة السكان أن الجلسة ناقشت تحديد دور المجلس القومي للسكان وأكد عشور أن المجلس موجود منذ فترة ولكن ينقصه التفعيل والتطوير جلسة اليوم كانت جلسة متخصصة كنا بنقش فيها تحديداً دور المجلس القومي للسكان تكلمنا عن ثلاث موضوعات فيما يخص المجلس القومي للسكان وموجود من فترة واستراتيجيات كتير موجودة فيما يخص القضايا السكانية ولكن نحن بنتكلم على تفعيل هذه الاستراتيجيات وأن يكون فيه دور فعال في خلال الفترة القادمة فيما يخص القضايا السكانية تحديداً نهاية نشرة الإخبارية دمتم في رعاية الله شكراً لطيب المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة